السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سوف نرى أكثر من عشرون عبارة خاصة بإعطاء الأوامر والنصائح وكذلك عبارات لطلب الأشياء باللغة الإسبانية الواقعية أي المتداولة في الحياة اليومية إذن ابقى معي إلى آخر الدرس حتى تتعرف على جميع هذه العبارات المهمة جدا قبل أن نبدأ إذا كنت تريد تعلم اللغة الإسبانية الواقعية والتحدث بها في أسرع وقت اشترك الآن في القناة وفاعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس ولا تنسى الضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو إذن لنبدأ على بركة الله إذن إذا أردت أن تقول انظر إلي عندما أكون أتحدث إليك يعني بالدرجة شوفيا من أن كنت نهضر معك سوف تقول ميرمي كواندو تيستوي عبlando ميرمي كواندو تيستوي عبlando ميرمي كواندو تيستوي عبlando ميرمي كواندو تيستوي عبlando وإذا أردت أن تقول أحضرلي كوبا من الماء من فضلك يعني بالدرجة جيبلي شيكاس دلماء اللي خليك سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تقول شيئا لأمي يعني بالدرجة ما تقول والو المي سوف تقول وإذا أردت أن تقول أعطيني قطعة خبز لقد أنهيته يعني بالدرجة أعطيني شوية الخبز راني سالته يعني راني سالة الخبز اللي كان عندي سوف تقول وإذا أردت أن تقول أخرجوا إلى الشارع لتستنشقوا الهواء يعني بالدرجة خرجوا الزنقاء إضربكم شوية دي الهواء سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تمشي على الحافة وإذا أردت أن تقول لا توقع على أي شيئ إذا أردت أن توقع أمسك بهذا الطرف أنا سأمسك الآخر يعني بالدرجة شد من هذا الطرف أو لا شد من هذه الجهة أنا سنشد من الجهة أخرى سوف تقول وإذا أردت أن تقول إحذر لقد لطقتني بالكامل وليس لدي قميص آخر يعني بالدرجة عندك رك وسختني كامل وما عنديش قميجة أحد أخرى سوف تقول وإذا أردت أن تقول إذهب إلى منزل جدتك إنها مريضة قليلا منذ بضعة أيام يعني بالدرجة سير دار درجة للجدتك رهي دي شيمات باش مريضة شوية سوف تقول وإذا أردت أن تقول تعال إلى منزل هذا الأسبوع يجب أن أعيد لك مالك يعني في الدرية دوز لعندل دار هذه السمانة رحز نرد لك فلسك سوف تقول وإذا أردت أن تقول دعني أخرج معهم يعني خليني نخرج معهم سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تستعمل الهاتف وأنت تقود يعني بالدرجة ما تستعملش تليفون وانتك تسوق سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تتأخر كثيرا يعني بالدرجة ما تتعطلش بزيف سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تترك الأشياء ملقات على الأرض يعني بالدرجة يعني ما تخليش الأشياء أو لأي حاجة يعني ملوحة في الأرض سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تعبر الطريق دون النظر يعني بالدرجة ما تخطعش الطريق قبل ما تشوف يعني تشوف الليمن وشوف الليسر سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تستمع إلى ما يقولون يعني بالدرجة ما تدهاش في ذكش اللي تقوله سوف تقول وإذا أردت أن تقول إجلس جيدا يعني بداري جاء إجلس مزيئا سوف تقول وإذا أردت أن تقول أخفض الصوت يعني بداري جاء نقص الصوت سوف تقول وإذا أردت أن تقول راجع دروسك يعني بداري جاء نتحفض سوف تقول وإذا أردت أن تقول أغسل الصحون عندما تنتهي من الأكل يعني بداري جاء أغسل التباصل من السليم المكلا سوف تقول وإذا أردت أن تقول يعني بداري جاء أغسل من تمام دابا أو لحيد من تمام دابا سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تلمس شيئا هنا يعني بداري جاء ما تخيز حتى شي حاجة هنا سوف تقول إذا أصدقائي كان هذا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وكما العادة في آخر الدرس سوف أترك لكم جملة للممارسة والتمرن أكتب إجابتك في تعليق حتى أرى هل أجبت بشكل صحيح أم لا إذن الجملة هي إذن أصدقائي إذا أعجبكم هذا الدرس لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدرس إذن إلى درس آخر استودعكم الله وإلى اللقاء